سلام خير وعلا وسهلا بكم. النهاردة ان شاء الله بازن الله هنتكلم عن الطريقة الصحيحة لربط ساعات الاطفال بالموبايل سواء كان الاندرويد او كان الايفون. ساعات الاطفال اللي هي بتبقى الساعات الزكية اللي هي بالشكل ده. وعندنا اتنين منها في السوق. عندنا العشرين تلاتين وعندنا الساعات النابي بكل اصداراتها. فان شاء الله في الفيديو ده هعلمكم ازاي نربط الساعة دي بطريقة صحيحة بالموبايل. وكمان نشغل عليها خاصية اللي هي تحديد الموقع. وكمان هنشوف بعض الامكانات التانية اللي هي ازاي نقدر نشغل الكاميرا. ازاي نشغل الموقع بطريقة دقيقة مية في المية. ازاي نرسل ونستقبل منها مكالمات. سابع معي الشرح وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش بقى تنزلوا وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس. قبل ما نبدأ اسف لو مدة الفيديو ده هتكون طويلة شوية. ولكن انا هفهمك كل حاجة بالزبط في الساعة. وهعلمك ازاي كل حاجة تشتغل معاك بطريقة صيحة. بس اهم حاجة يا ريت ما تجريش الفيديو خالص لانه كل خطوة هتكون مربوطة على اللي بعدها. طبعا لو عندك اي سؤال تنزل تسيبولي تحت في الكومنتات وانا هربض عليك في اسرع وقت ممكن. اول حقيقة كده شباب بنفتح المتجر بتاع الجوجل بلاي. وبعد كده بنزل اللي هو بتاع الساعة. وده ان شاء الله انا هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الوصف. البرنامج بتاع الساعة اسمه سي تراكر تو. ده اول نتيجة بحس جات لنا. هو ده كده يا جماعة البرنامج. هنبدأ نثبت البرنامج كده. وبعد كده نجيب خط التليفون. تمام? ويكون على المايكرو يعني اللي هو الحجم الوسط. وبعد كده نبدأ نحطه في الساعة. طيب هنا في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. لو الخط ده انت لسه شاريه جديد ما ينفعش اول ما تجيبه وتحطه على طول في الساعة. لازم الاول تركبه فيه موبايل وتفتح منه نت يعني مسلا تفتح منه يوتيوب دقيقة ديقتين تلاتة وبعد كده تبدأ تحطه في الساعة. فاحنا عبد ما البرنامج دلوقتي يتحمل هنحط الخط ده في الساعة وبعد كده رجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين بنفتح الظهر الساعة بالطريقة دي. وبعد كده بنفتح مكان بيت الخط ده. وبعد كده بنحط الخط على الطريقة او نفس الطريقة اللي هو مرسوم بيها. دلوقتي بعد ما البرنامج اتحمل هنبدأ دلوقتي نفتح الساعة. بعد ما الساعة دلوقتي فتحت والبرنامج اتحمل هنستنى ان الخط هنا يجيب شبكة. دلوقتي زي ما انتم شايفين دلوقتي الساعة فتحت هي وجابت شبكة وقرت الخط. فاضل ان احنا نفتح البرنامج ونبدأ نسجل فيه ونتابع الخطوات. هنعمل كده للبرنامج. وبعد كده هنضغط موافق. بعد كده بيقول لك تحديد الموقع فانا هقول له موافق. بعد كده بيفتح لي الوجهة دي فانا بعمل يعني تسجيل مستخدم جديد. وبعد كده بنبدأ نحط هنا في اول خانة بريد بتاعنا. طبعا دلوقتي هبدأ احط بريد بتاعي وارجع لكم تاني. بعد ما حطيت كده الجميل بتاعي ببدأ اكتب الارقام اللي هو جايبها لدي. ولو انا الارقام دي عندي فيها مشكلة او معرفتش اكتبها ممكن اضغط على السهم ده كده. او هيجيب لي ارقام جديدة. فانا هضغط كده هيجيب لي ارقام جديدة وهبدأ اكتبها. بعد كده بنيجي عند الخطوة التالتة والان هي ان احنا هنعمل باسورد. خطوة الباسورد هنا لازم تكتب حرف كابتل وحرف اسمول وارقام او حروف. وبعد كده هنبدأ نكتب الباسورد. الخطوة دي هي بتاعة سياسة الخصية وبعد كده هقول له. بعد كده هقول له هنا وبعد كده هقول له هنا بير. هيبدأ يحمل معي كده زي ما انت شايفين. وهقول له كده اللاو. بعد ما سجلنا دخول كده بنجاح في البرنامج هنبدأ نبص على الخطوة التانية وهي ربط الساعة بالموبايل بتاعنا. اول حاجة لازم نتأكد من حاجة مهمة جدا. شايفين كده معايا الساعة هي من قريب. شايف الساهمين فوق اللي جنب الشبكة دول. الساهمين دول معناهم هو وجود نت في الساعة او لا. يعني لو الساعة موجود فيها نت هتلاقي الساهمين دول شغلين. طيب. لو الساهمين دول مش موجودين. وعلامة شرط الشبكة بس اللا موجودة. معنى كده ان الساعة مش لقطة نت. طيب. ايه تاني يزبط لي ان الساعة مش لقطة نت وانا جاي اسجل? لو انا عملت كده ودخلت على كده ودخلت على رقم اتنين عشان اربط الساعة هيقول لك ان في خطأ. طيب لو جاب لك البركوت ده معنى كده ان الساعة وصلها نت. طيب. بعد ما وصلنا للنقطة دي هنحتاج نربط الساعة. هنيجي هنا اول حاجة هندغط على المربع ده. هيفتح لي كده هبدأ اسحب البركوت زي ما انتم شايفين. كده هو سحب البركوت اهو بتاع الساعة وكتب السيريال بتاعها. هاجي كده على رقم اتنين اللي هو هتحط اسم مستعار. انا مسلا هكتب ناجي اهو. وهقول له انا الوالد لو عايز اغيرها من هنا هكتب ماما او هكتب اي صلة ارابع. وهقول له او كي. بعد كده هحط رقم التليفون اللي موجود في الساعة هحطه هنا. بعد ما حطيت كده رقم الموبايل اللي موجود في الساعة هضغط على علامة الصح اللي موجودة تحت دي. وبعد كده هقول له اوكي. هنا بدأ يسايفهوت كده ودخل على الساعة. هنا هبدأ دخل الايميل اللي انا دخلت به. اهو. ودي الباسورد وهقول له. في هنا نقطة مهمة جدا لازم اقول له ان انا قرأت الشروط والاحكام وان انا موافق عليها. وهعمل كده. كده هو وحمل اهوت ودخل على ايكونة البرنامج. هنا في شوية او حاجات هو بيعوز يوصلها في الموبايل. فانا هقول له هنا هتبدأ تفتح له الازونات كلها. وانا هنا هبدأ كده افتح الازونات اهو. تمام زي ما انتم شايفين. اللي هي رقم اتنين او هتلاقي عندك الازونات لو انت موبايلك بالعربي. وهتبدأ تضغط على دي هتقول له ترجع المايكروفون هتوافق. وبعد كده الفون ده هتوافق برضو. وهترجع تاني هنا. بعد كده هترجع كده برضو على بتاع الساعة. كده هو اشتغل معانا وفتح باسم الساعة. هتلاقي اسم الطفل فوق هنا كده على الشبال. وهتلاقي هنا وهتلاقي كل دي خصائص تقدر انت تستخدمها. طيب نبدأ نشرح واحدة واحدة كده زي احنا عرفنا قرينا الساعة. دي كده الساعة هو ودي كده الخريطة وهيبدأ يحمل الخريطة بتاعتنا. طيب طبعا تفاهمين ان هنا في مصر الشبكة بتكون ضعيفة شوية فاول اختيار لازم تفعله اول ما تفتح البرنامج انك تنزل لتحت كده هتلاقي حاجة اسمها البي اس. البي اس ده لازم تضغط عليه وتفتحه زي ما انت شفت بالشكل ده. طيب الاختيار ده فايدته ايه? الاختيار ده فايدته ان الاماكن اللي بتكون فيها الشبكة ضعيفة بيبدأ يجمع نتة اسرع وبيكون البرنامج قادر ان هو يشتغل فيه الشبكة الضعيفة عشان يلقط معاك الموقع بطريقة احسن. طيب انت لو ما فعلتش الاختيار ده فبنسبة تسعين في المية الساعة مش هتشغل معاك جي بي اس. ده كده كان اول اختيار احنا محتاجينه. فيه هنا نقطة مهمة جدا حابب اوضحها لك قبل ما نطلع من موضوع ان نتأكد مية في المية ان لو الساعة موجودة في مكان الشبكة في ضعيفة او مفهوز شبكة فهي برضو مش هتجمع اتصال بالانترنت يعني مش هتديك المكان بتاعها. فطبعا قوة اتصالك هنا ومعرفة المكان هنا بيكون واقف على الساعة موجودة في مكان فيه شبكة او مكان مش موجود فيه شبكة. تمام كده? نبدأ نخش على الخطوة اللي بعدها ان احنا ازاي نقدر نضيف اسامي على الساعة. لو دخلنا كده. لو عملنا كده. وجينا هنا على هلا يقولك هنا يعني كده ما فيش ارقام. طيب ازاي اقدر اضيف رقم? اقدر ادخل على دي. وضغط تحت كده على وهبدأ اكتب هنا العلاقة. مسلا انا هكتب ماما هو. تمام كده? وهبدأ ادخل رقم الموبايل بتاعي اللي انا عايز اضيف. وليكن انا هضيف الرقم ده. تمام? همسح ده كده. وهكتب مام. وهقول له دان وهقول له صح وهقول له سيل. طبعا لازم يكون الموبايل يا جماعة وصل بالانترنت وانا بعمل كل الحاجات دي عشان اقدر اضيف. لو جيت هنا بقى بصيت كده على الساعة. اهو. ودخلت على هلاقي هنا سيف الرقم. طيب لو عايز اضيف رقم تاني فانا هضغط كده. هكتب مسلا اي حاجة. سام مسلا. وهضغط على رقم الموبايل مسلا. اهو. تمام وهعمل علامة صح. وهقول له سيف. هطلع كده من الساعة. وللمعلومة لو الساعة برضو ما فيهاش انترنت فبردو الرقم ده مش هيتضاف غير بعد ما يوصل للساعة انترنت. نوجد هنا حلاقي سام اهو وهلاقي مام اهو. اقدر طبعا اضيف هنا ارقام كتير جدا. كده تعلمنا طريقة اضافة الارقام. طيب لو انا عايز ابعت رسالة هنا على الساعة هعمل ايه? هضغط كده على شات وهبدأ هنا اكتب اي حاجة انا عايزها او اسجل صوت. انا مسلا هكتب كده اهو. انا بعدت الرسالة الرسالة وصلت على الساعة زي ما انت شفت اهو. طيب في حاجة تانية لو انا عايز اتصل. طيب لو انا عايز اتصل هعمل ايه? تمام? اهو. هنطلع كده من هنا. هطلع بره خالص وهتصل برقم بساعة اكني باتصل باي حد عادي جدا. زي ما انت شايفين اهو الرقم رن على الساعة ومتسجل بالاسم وكل حاجة لو عايز افتح افتح. لو مش عايز افتح اقدر اكنز. زي ما انت شايفين انا فتحت اهو. الو? 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 سمعين? كده الساعة شغالة مية في المية. انا كده قفلت المكالمة اهو. وهطلع بره خالص. كده احنا شفنا المكالمات وكده احنا شفنا ازاي نشغل الخريطة وازاي نضيف ارقام. طبعا هنا في بعض الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعملها في الساعة. اول حاجة مسلا زي ده رقم انت بتضيفه هنا عشان لو في خطر ولا حاجة الطفل بيقدر يضغط على الزرار اللي في الجنب ده خمس ثواني فالساعة بطريقة اوتوماتيكية بتتصل بالموبايل وبتحدد الموقع وكل حاجة. فانت تقدر هنا تضيف الارقام لو انا مسلا عايز اضيف اي رقم زي كده. وخلاص بقول له فالرقم ده تسيف على الساعة دي دلوقتي اهو. زي ما انتو شايفين كده. طيب بعد كده طبعا في شوية حاجات زي المنبه وبعد كده تشغيل الصوت بتاع الساعة لو انا مش لاقي الساعة بعمل كده وبقول له اوكي بتبدأ الساعة هنا ترن زي ما انت شايف. كاتب على الساعة خلاص. في طبعا حاجات تانية دي الاشعارات بتاعة الرسائل هنا بقى في اللغة وفي طبعا لو الساعة اللي انت شاريها اصلية او حاجة نضيفة هتقدر تغير اللغة وهتقدر تغير الوقت. لو الساعة مش اصلية فانت لو دخلت كده على اهو مش هتلاقي تحت ايكونة اللغة. ايكونة اللغة دي ما بتكونش موجودة في الساعات اللي هي مش اصلية. طبعا انا اتمنى ان انت تشتري ساعة اصلية عشان توفر عليك. هاجي هنا في الموبايل لو انا عايز اختار اي لغة تانية غير الانجليزية فانا هنا هلاقي اللغة العربية. تمام كده? وبعد كده تقدر تزبط لو انت مسلا في مصر عندك هنا جميع التوقيطات العالمية فانت هتقدر تزبط التوقيت بتاع الساعة من هنا. تمام كده? طبعا ده على حسب المنطقة اللي انت فيها. تحت الابليكيشن اهو هو هيسجل دخول تلقاء لوحده خلال تلاتين ثانية بالكتير قوي هو بيقدر يحدد الموقع. ثانيا هنا تحت كده لو بصينا هنلاقي تلاتاشر في المية دي نسبة الشحن بتاعة الساعة في الوقت الحالي. طبعا للمعلومة الطفل طالما لابس الساعة فهو مش هيقدر يقفلها بعد ما انت يتم ربطها بالموبايل. انت بس اللي هتقدر تقفلها هنا من ريموت شوت داون دي. لو انت تغطي على ريموت شوت داون دي هو هيبدأ يقفل الساعة. ده كان شرح موجز كده للحاجات اللي الساعة بتقدر تعملها. طبعا في حاجات كتير تقدر انت هنا تدخل عليها وتفهم فيها. في طبعا حاجات كتير قوي تقدر استكشفها مع نفسك. بس عشان مدة الفيديو ما تطولش. ده كده كان شرح موجز جدا للساعة. بس هننتقل للساعة واوريكم ازاي بنقدر نتصل منها. ان انا بدخل كده. وعندي توك. عندي فيها العاب. الصور. الكاميرا. لو انا عايز افتح الكاميرا من هنا فانا بقدر افتحها من الموبايل. وبقدر برضو افتحها من طبعا الفون بوك دي عرفناها قد يلدي الاتصال لو الطفل عايز يتصل باي رقم فهو يقدر يكتب الرقم اللي هو عايزه. ويبدأ يتصل به. هتمنى يا رب يكوني الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. تشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. لو عندكم اي سؤال تقدروا تسألوني في الكومنتات. الساعة اللي انا شغال عليها دي دي اسمها ساعة نابي. دي اصلية اللي هي الزد سيفن. ودي تقريبا من افضل الساعات اللي انا بصراحة استخدمتها وعجبتني جدا التجربة بتاعتها. وبالمناسبة البرنامج ده تقدر تضيف عليه اكتر من ساعة واكتر من بنفس الطريقة. وهتكون شغالة معك عشرة على عشرة. واشوفكم على خير بإذن الله الفيديو الجاي.